للبحث عن الملفات والمسارات أثناء وجودنا بالترمينال في عنا عدد لا بأس فيه من الطرق والأوامر اللي ممكن أنه نستخدمها لهذه الغاية فممكن أنه نستخدم الام لوكيت البي لوكيت الفايند الاس نعمل لها بايب مع الجريب وجميعها بتهدف لنفس الغاية ألا وهي أني أحصل على النتيجة أو الملف اللي عمالي دور عليه رح نترك الام لوكيت والبي لوكيت والأل اس مع البايب وبهذا الفيديو رح نحكي عن كيفية استخدام الفايند باعتبارها تعتبر الطريقة الستاندرد بنظام لينوكس والأنظمة الشبيهة بيونيكس ولأنها بتعطيني تحكم أكبر وبتسمح لي أني يعني فصل تفصيل شو هو الشيء اللي عمالي دور عليه ولكن أنا لحتى استخدمها يعني أنا في عندي سينتاكس في عندي صيغة موحدة لاستخدام الفايند اللي هي رح تكون على الشكل التالي أول شي رح تكون في عندي الأمر بحد ذاته بعدين رح يكون في عندي الديريكتري اللي عمالي دور عليه بعدين إذا في عندي أوبشنز رح حط هاي الأوبشنز وبعدين شو هو الاسم اللي عمالي دور عليه الملف أو المجلد أو أي شيء تاني فبهذا الشكل منكون يعني فصلنا شو هي الأشياء اللي رح نحكي عنها هلا اللي رح نعمله إنه رح نستعرض مجموعة من الأمثلة عن كيفية استخدام الفايند ونشوف كيفية ونشوف شو هي أدوات التحكم اللي ممكن إني استخدمها لحتى دور على الشيء اللي أنا بالأساس عمالي دور عليه فمتل ما حكيت خلينا هلا أول شيء نمسح الشاشة رح نستعرض المثال الأبسط لإني دور على ملف عمالي أحكي ملف يكون هو رح نقل له فايند وأنا ضمن مجلد الدوكومنتز في عندي مجلد تاني اسمه فايند هاد هو المسار اللي بدي دور عليه هلا بدي دور على ملف هلا رح قل له معناه هلا دور على ملف وبدي دور عليه بالاسم رح قل له داش نيم لحتى يدور عليه بالاسم وبعدين ضمن كوتيشن مارك رح قل له شو هو اسم الملف اللي عمالي دور عليه فرح نقل له في عندي أنا بعرف انه ضمن هاد المسار في عندي ملف اسمه نوفرة فهلا وقت اللي عطيته انتر شايف انه ما رجع لي أي نتيجة ولكن لو عملت له الاس داكومنتز فايند رح شوف انه في عندي ملفين واحد بصيغة اس اتش والتاني تي اكس تي والاتنين اسمهن نوفرة في عندي واحد بدايته كابيتال والتاني مو هاد الموضوع بس ليش امر فايند ما ادري لايلي هاد الملف مع انه موجودين وحتى في عندي مجلد بدايته مجلد اسمه نوفرة صح بدايته كابيتال بس كمان ما عطاني اي نتائج هاد لانه وقت اللي بيستخدم هاد الامر بحد ذاته لازم اني اكتب اسم الملف بالكامل وانتبه للكابيتال واللور كيس فلو رجعت للامر نفسه وهلا رح استبدلها بدل النوفرة رح قل له نوفرة دوت اس اتش فهلا شايف انه ضمن المسار الاساسي اللي هو الفايند لاقالي النوفرة دوت اس اتش وكمان ضمن المجلد اللي ضمن هاد المجلد اللي هو نوفرة في عندي نفس الملف اللي هو نوفرة دوت اس اتش طيب هلا انا اذا كنت بعرش شو هو المسار اسم الكامل للملف وشو هي الاكستنشن واذا في عندي احرف كابيتال ولور فمعناها ليش لحت تدور عليه بالاساس فانا بعرف انه موجود فبهي الحالة انا اذا ما كنت بعرف كامل اسم الملف بس بعرف المسار فممكن اني استخدم الفايند لحتى يعطيني كل النتائج اللي بدي اياها فهلا خلينا بالبداية نقول انه انا ما بدي الابر واللور كيس فانا بدي اياها يكون انسنسيتيف فهلا لو رجعت للأمر نفسه وبدل ال dash name رح قل له dash i name وهلا رح نقل له لنفس الملف ورح اعطيه انت طبعا ما غير لي اي شي لانه انا لساني عطي كامل الاسم وما تغير اي شي والاسم بالكامل موجود طيب لنقول انه انا بعرف بس جزء من هاد الاسم فرح ايجي بدل ال dot sh لنقول انه انا ما بعرف شو هي extension الملف بس بعرف انه في عندي هالكلمة وموجودة فيه فرح احذف ال dot sh واستبدلها بنجمة فهلا لو جيت ونفزت هاد الامر رح شوف انه رجع لي كل الملفات والمجلدات اللي موجودة بهاد الملف اللي فيها الاسم نفسه اللي هو النوفرة سواء كان في عندي capital او lower اعطاني المجلدات والملفات او المسارات والملفات وعملي اياها بشكل recursive يعني دور ضمن المجلد اللي موجود ضمن المجلد اللي انا عمالي دور فيه هاي واحدة من اهم الميزات اللي موجودة بال find انه وقت اللي بتدور على ملف ضمن مجلد معين او مسار معين هاي العملية هاي العملية بتتم بشكل recursive يعني اذا كان في عندي مسارات ضمن هاي المسار كمان راح يدور عليها فما في داعي اني ادخل لكل واحد من هاي المسارات ودور فيه فانا بس بعطي المسار الاب وهو بيدور بكافة المسارات الابناء فهاد واحد من ابسط الامثلة اللي ممكن اني استخدمها لحتى دور على الملفات باستخدام find طيب خلينا نقول انه انا ما بدي دور على اسم ملف معين وانما بدي دور على كل الملفات اللي في الها extension محددة او الها لاحقة محددة فبنفس الطريقة متل ما شفنا انه انا اذا كنت بعرف جزء من اسم الملف فيني دور على كافة هاي الملفات طبعا هذا الكلام بينطبع على المسارات وليس فقط على المجلد على الملفات متل ما شفنا فانا بدي دور على كل الملفات اللي هي عبارة عن صور اللي بتنتهي لنقول بصيغة او بلاحقة ال .png فهلا لو اشيت وقلت له find بالمسار التالي وبدي دور على ملف رح نقول dash i name كمان رح قل له نجمة .png ورح اعطي enter رح شوف انه رجع لي كل كل الصور اللي موجودة بهذا المسار والمسارات اللي موجودة ضمن هات المسار فبهي الطريقة انا اذا ما كنت تعرف شو هي اسمها الملفات فممكن دور عليها باستخدام اللاحقة او extension بنفس الطريقة اذا كان في عندي اكتر من ملف بنفس الاسم بس extension مختلفة فبهي الحالة كمان بنفس الامر السابق بس بدال ما اعطي شو هي extension رح اعطي اسم الملف وبعدين بعطي بدل extension رح اعطي النجمة فهلا انا هوم يمكن ما يطلع عندي اي نتائج بس لو قلت له no فره مثلا dot وبعدين رح قل له نجمة عطيني كل extensions فمتل ما اللي شايف انا بعرف انه هوم ما في عندي اي ملفات بهذا الاسم بالتحديد حتى لو كانت extension موجودة طيب الامر السابق اللي شفنا اني دور على عدة ملفات في الها extensions مختلفة ممكن اني اكتبه بطريقة مختلفة باستخدام التعابير النظامية او regular expressions regex فهلا لو رجعت لنفس الامر السابق مو هاد وليس ال ولكن اللي قبله رح ايجي لقسم ال slash او ال dash ورح استبدلها بدل ال dash i name رح قل له dash regex ورح ايجي ضمن ال quotation mark اللي رح قل له يا اولتش رح يكون في عندي نقطة بعدين في عندي النجمة وبعدين رح يكون في عندي pack slash بعدين في عندي نقطة وكمان بدي دور على png هلا ضغطنا enter وشايف انه رجع علي نفس النتائج بس لو رجعنا وشفنا شو هي صيغة هاد الامر انا شايف انه بهاد الامر في عندي نقطين النقطة التانية اللي قبل png انا حاطت قبلها slash او حاطت قبلها backslash ليش حاطتها لانه النقطة وقت اللي بكون عمالي اتعامل مع regular expressions او مع regex هي عبارة عن محرف خاص فيه الوصي فيه معنى خاص وليس النقطة بحزاتها اما اذا كنت بدي اكتب النقطة هاد الكلام اللي هو النقطة الاولى لان هاد محرف خاص بيعني انه عطيني كافة characters لا تعطيني النقطة وانما عطيني اي شي character في حين انه اذا بدي استخدم النقطة او ال dot بمعناها الحرفي فبهي الحالة لابد اني حط ال slash قبلها لحتى يفهم انه هاي نقطة وليس المحرف الخاص dot الخاص بال regex طيب متل ما حكيت انه انا باستخدام find اذا ما عطيته اي option او اي flag فهو رح يدور على المسارات والملفات اللي بتتشارك بهذا الاسم او بجزء من الاسم لنقول انه انا بس بدي دور على الملفات وليس على المسارات فبهي الحالة انا رح حدد شو هو نوع الشي اللي عمالي يدور عليه فلو رجعنا لمثال documents فرح قل له find ورح نقول له documents find هاد هو المسار هلأ كمان بدل ما قل له dash i name رح قل له dash type ورح اعطيه شو هو النمط اللي عمالي او النوع اللي عمالي يدور عليه انا بدي ادور على الملفات فقط لغير فبعد type رح اعطيه f لحتى تكون هاي عبارة عن file بعدين كمان رح ارجع ودل داش i name وكمان دور لي على الملفات اللي اسمها nofra فهلأ شايف انه ما عطاني اي نتيجة ليش يا ترى لانه انا عطيت بس الاسم ما عطيته هاد بس جزء من الاسم فلو حطيت له بالنهاية النجمة وعطيت enter فرح شوف انه رجع لي بس الملفات وبعرف انه هاي ملفات لانه في الها extension اما المسار اللي كان nofra ما حرف n capital ما رجع لي لانه انا بالاساس ما قلت له يدور لي على المسارات فلو كنت بتدور على المسارات فرح ارجع لنفس الامر وعند type بدل ما قل له f رح قل له بدل لي بدي اللي هي directory وعطيت enter فبهي الحالة شايف انه رجع لي هاد directory وانا بعرف انه هاد عبارة عن directory لانه متل ما شفناها مني شوي كان عندي nofra هو عبارة عن مسار طيب بهذا الشكل شفنا كيف ممكن اني دور على كافة الملفات والمسارات اللي هو الوضع default شفنا كيف ممكن اني حدد اذا كنت بدي دور على ملف او على مسار وشفنا كيف ممكن اني اختار الاستنشن او اذا بعرف بس جزء من الاسم كيف بستخدم الويلد كارت اللي هي بهي الحالة النجمة طيب هلأ لنقول انه انا بدي دور على اكتر من ملف ممكن انه يكون بيتشاركوا نفس الاسم بس في الهن مختلفة فبهي الحالة لنقول انه ضمن هاد المسار انا في عندي متل مالي شايف في عندي ملفات بتنتهي بال .txt وفي عندي ملفات بتنتهي بال .sh فلو كان في عندي بهذا المسار في عندي ملفات تانية في الها مختلفة انا ما بدي اها تطلع ضمن نتائج البحث فرح نعدل الامر السابق اللي يصير بالصيغة التالية انا طبعا عمالي دور على ملف وهلأ رح احسف هذا القسم من هون للبداية واستبدله بالصيغة التالية رح قل له backslash ورح قل له قوس افتح قوس وبعدين رح قل له dash i name ورح اعطي ضمن ال نفس الاسم اللي كنت عمالي يدور عليه لا وليس نفس الاسم وانما رح قل له نجمة .sh لانه عمالي يدور على الملفات اللي لاحقتها او تي اكس تي فرح اجي قل له dash o وبعدين dash i name ورح قل له ضمن ال cotation نجمة .txt رح سكر ولسه لازم اني اغلق القوس اللي فتحته بالبداية فكمان رح اعطي backslash ورح قل له قوس ورح اعطي enter فشايف انه رجع لي الملفات اللي فيها الاس اتش والملفات اللي فيها txt وطبعا عملي اياها بشكل recursive لانه هاد الوضع ال default مثل ما حكيت هون انا ما عندي اي ملفات بصياغ مختلفة بس اذا كان في عندي ملفات بلواحق مختلفة فما رح تطلع بنتيجة البحث لانه انا محدد شو هي الصياغ اللي دور عليها ولا ننسى انه كمان مثل ما حكينا والقوس كمان هو عبارة عن محرف بمعنى خاص فحطيت له ال backslash بالبداية لحتى ياخده كقوس بشكل حرفي وليس المحرف الخاص هلا واحد تاني من الاستخدامات اللي الممكن الواحد يستخدمها اثناء عملية البحث هو انك تكون عمالك تدور على ملفات باحجام محددة فمثلا بدي ملفي يكون اكبر من حجم معين او اصغر من حجم معين فلهد السبب فلهي الغاية رح نجي ونقل له رح نرجع للمسار اللي في عندي في الفيديوهات لانه رح نقول في عندي احجام كبيرة فرح قل له find ورح اجي للمسار اللي كان هو ال mnt الاخ الاخ وبدل ال dash regex رح قل له dash size اللي هي الحجم وبعدين لازم اني اعطي حجم معين لحتى يدور عليه فاما رح يكون بدايته زائد او ناقص وليس الاتنين ما بعض اذا قلت له زائد رح يتدور على ملفات اللي حجمها اكبر من الرقم اللي رح حطه هلأ بعد الزائد لنقول بدي دور على كل الملفات اللي حجمها اكبر من 2 جيجا لو بدي الملفات تكون اقل من 2 جيجا فرح استبدلها بنائص نحنا رح نخليها زائد ونقل له enter فمتل ما اللي شايف انه رجع لي كمان كل الملفات اللي احجمها اكبر من 2 جيجا لو قلت له استبدل لي اها بالنائص رجع لي النتائج مختلفة تماما عن النتائج اللي ظهرت بالخطوة اللي قبلها هاي الملفات بالكامل احجمها اقل من 2 جيجا طبعا مو بالضرورة يكون جيجا ممكن اني حط الكيلو ممكن اني حط البايت ممكن اني حط الميجا فانت بتحدد الحجم اللي عمالك تدور عليه طيب متل ما شفنا انه انا ممكن دور على ملفات بإكستنشيز مختلفة لنقول انه انا بدي دور على ملف باسم معين وإله حجم اكبر او اقل من مقدار معين فبهي الحالة انا ما بعرف كامل الاسم وانما بعرف جزء من هاد الاسم وبعرف شو هو الحجم التقريبي اللي بدي تكون كل النتائج اكبر منه فرح نرجع لنفس هاد الامر هلا قلت له dash size وبعدين حطت له انا بدي خليها الاكبر على سبيل المثال وبعدها رح قل له dash and بعدين رح قل له dash i name ورح قل له شو هو اسم الملف اللي عمالي يدور عليه فرح نقول انه ضمن هاد المسار في عندي ال gen 2 رح قل له اوكي ما عطاني اي نتائج لانه ضمن هاد المسار ما لقى اي ملف اسمه بيحتوي على كلمة جنته وحجمه اكبر من 2 جيجا ولكن لو كانت هاي النتيجة موجودة فأكيد رح يرجع لياها بنتائج البحث طيب لنقول انه انا بعد ما دورت على الملفات اللي بدي اياها ووجدتها بدي قوم بأمر معين على هاي الملفات كأنه غير اسمها كأنه انقلها من مكان لمكان كأنه احزفها فبهي الحالة رح اجي لنفس الامر اللي كنت عمالي استخدمه رح نقول له انا هلأ صرت موجود بهذا المسار اللي هو الDocument Find اللي مثل ما حكينا كان في عندي ضمنه الملفات والمجلد بدي اغير اسم الملف الاول اللي هو nofarad.sh بدي اغير اسم هاد الملف فلهي الغاية رح نستخدم امر Move اللي بنقل من مكان لمكان طبعا هلأ لحتى استعرض كيفية استخدام الامر اما انت لو كنت ضمن مسار تاني فالوضع ما رح يتغير ابدا فرح نقل له ضمن هاد المسار دور لي على كل الملفات او على الملف بالتحديد اللي اسمه nofarad.sh وبدي يغير اسمه فبعدها رح قل له dash exec او dash ex ec شو بدي اعمل مثل ما حكيت بدي استخدم امر mv ولحتى يكون mv ياخد نتيجة البحث رح قل له قوسين منحنيين هدول الاقواص وقت اللي بتم تنفيذ العملية رح يترجموا لنتيجة البحث شو هو الاسم اللي بدي حطه لهذا الملف ليش لحتى ما نسميه subscribe لازم انكن تشتركوا بالقناة اكيد فهلا قلت له انقل لي هاد الملف من الاسم الاديم اللي هو nofara.sh للأمر الاسم الجديد ولازم اني انهي امر الفايند بالbackslash والفاصلة المنقوطة اذا ما حطيت الbackslash والفاصلة المنقوطة في الامر ما رح يشتغل ضغط له enter ما عطاني اي شي ما عطاني اي output بس كمان ما عطاني اي errors بس هل تم تغيير اسم الملف لو اشي تقولت له ls فمتل ما اللي شايف انه nofara.sh ان شاء وتغير لsubscribe.sh طيب الامر متل ما شفت انه اشتغل بدون ما يعطيني اي warning او اي تحذير او يطلب مني اي confirmation فهذا ممكن يكون وضع خطير استخدام ال dash exec ممكن انه يكون خطير اذا كنت عمالك تحذف ملفات على سبيل المثال فانا لحتى خليه يعطيني اي warning فانا لحتى خليه يعطيني warning قبل ما يقوم بتنفيذ الامر بدل ال dash exec رح استبدلها ب dash اوكي فرح قل له dash اوكي طبعا هلا ما رح ينفذها لانه هات الملف ما عاد موجود بس لو استبدلته ب ال nofara dot txt هات كان موجود عندي ورح نقل له هون txt بدي هات الاسم الجديد طبعا لحتى بس تكون النتيجة مختلفة طبعا هلا صار في عندي ال dash اوكي ضغطت له enter عماله يسألني هل بدك تعمل عملية النقل فهلا رح نقل له yes ورح نضغط enter كمان رح قل له yes هلا اذا قلت له s فمتل ما لي شايف انه ال nofara اللي كان بالبداية dot txt تغير لل subscribe dot txt طبعا نحنا ما حكينا عن كل شي ممكن انك تعمله مع find لانه في عندي خيارات مثل ما حكيت بالبداية لو اجينا لل find رح شوف انه في عندي options كتير وكتير فانت ممكن انك تدور على الملفات بالاعتماد على permissions اللي موجودة لها باعتماد على مين هو اليوزر المالك لهي الملفات مين هو الجروب المالك لهي الملفات فكل هاد الكلام اذا رجعت للمان find فرح تلاقي كيف امكانية استخدامها بس باعتقد انه الشي اللي حكيناه رح يغطلي اغلب استخداماتك لفاين بلتقي فيكم بالفيديو الجاية وبأمان الله اشتركوا في القناة